النهاردة شفنا معاكم وتابعنا مطار برنيس مطار جديد بيدخل للخدمة بيخدم منطقة مهمة جدا من أرض مصر هي منطقة البحر الأحمر تحديدا في المنطقة الجنوبية من البحر الأحمر بيخدم على مناطق ومقاصد صياحية مهمة جدا مطار برنيس اللي وصلته النهاردة زي ما حركم شايفين دي أول طائرة بيتصل إلى مطار برنيس إذانا ببدء تشغيل هذا المطار الحيوي والمهم في جنوب مصر على ساحل البحر الأحمر دي رحلة مصر التيران اللي وصلت النهاردة برنيس مطار برنيس في أول يوم عمل رسمي لي كان عليها 60 راكب عن طريق طبعا الشركة الوطنية مصر التيران تم استقبال الطيارة بصور حياة جميلة ومشاهد جميلة جدا التقليد المتبع الخاص برش الرانوي أو أرضية المطار بالمية هتلاح حرككم العربيات اللي بتاعت الإطفاء ويترش أرضية المطار بالمية زي ما حركوا كي شايفين وترش مية على الطيارة ده تقليد متعارف عليه في تدشين المطارات الجديدة ووصول أول طائرة بطهبط إلى أرض هذا المطار مطار برنيس 60 من الركاب وصلوا على متنا هذه الرحلة اللي إن شاء الله تكون بادرة خير وأمل وتنمية لمنطقة مهمة جدا في مصر هي منطقة البحر الأحمر وبرنيس ومرسعلم وحلايب وشلاتين وبرماض المنطقة المهمة القريبة اللي بتبعد يعني عشرات أو بضع مئات قليلة من الكيلومترات منطقة ما كانتش مخدومة قبل كده بالطيران بشكل مباشر أعرف مطار لها كممكن يكون مطار لقصر أو مطار أسوان أو المطارات الموجودة فيه الغرداء مطار الغرداء وكان اللي عايز يروح المنطقة السياحية دي كان بيضطر طبعا أنه يستخدم الطريق البري اللي تم حتى تطويره مؤخرا زي ما حراكم شايفين صالة محترمة شيء مهم جدا هيجذب السائحين بشكل كبير لهذه المنطقة تنمية السياحية إن شاءات هتم في هذا المكان بالتالي ده هيترجم إلى فرص عمل جديدة إن شاء الله للقطاع السياحي في منطقة برنيس زي ما حراكم كده شايفين بنتكلم على ممر بطول 3650 متر عرض 60 متر ترمك فيه حوالي هيشيل 8 طيارات ساعة الصالة اللي حضراتكم شايفينها بنتكلم في 600 راكب في الساعة تم تصميمه وتنفيزه على أحدث المواصفات في مجال المطارات الدولية الحقيقة آيقونة جديدة بتنضم لسلسلة من الآيقونات اللي تم إضافتها للمطارات المصرية مؤخرا خمس ست مطارات دولية بتضاف لمصر بنتكلم على البردويل العالمين الجديدة راسدر بنتكلم على مطار العاصمة الدولي المطار الخاص بيسفينكس مجموعة من المطارات اللي بترفع قدرة المطارات المدنية المصرية لحوالي 27 مطار بنتكلم على حوالي 30 مليون راكب سنويا يقدروا أنهم يستخدموا المطارات المصرية وده رقم ممتاز جدا وأكيد وراء جهد وخطة محترمة من الدولة وطبعا القائمين على هذا الملف